يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لما عرفت الهدى واحصن به قلبي من الشيطان يسر به أمري وأقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحطط به وزري وأقل صنية واشتد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسراني وهر به قلبي وصف سريرتي يجمل به ذكري وأعلمكاني واقطع به طمعي وشارف همتي كثر به ورعي وأحي جناني أسر به ليلي وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها جفاني أمزجه يا ربي بلا حمي مع دمي واغسل به قلبي من الأضغان أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صادري وعي القراني أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكاني وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخدلان وزرعتني وزرعتني بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرتني في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قديح سريرتي لأذى السلام علي من يلقاني ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ولبعت بعد كرامة بهواني لكن سترت معيبي ومتالبي وحلمت عن سططي وعن طغياني فلك المحامث والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي رب بأنع من مالي بشكر أقل إن يداني فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لإن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجاء أركاني ولا أذكرنك قائما أو قاعدا ولا أشكرنك سائر الأحياني ولا أكتمن عن البرية خلتي ولا أشكون إليك جهد زماني ولا أقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني ولأحسمني عن الألام مطامعي بحسام يأس لم تشربه بناني ولا أجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني ولا أكسون عيوب نفسي بالتقى ولا أقبضن عن الفجور عناني ولا أمنعن النفس عن شهواتها ولا أجعلن الزهد من أعواني ولا أتلون حروف واحيك في الدجاء ولا أحرقن بنوره شيطاني أنت الذي يا رب قلت حرفه ووصفته بالوعظ والتدياني